اهلا بكم من جديد ننتقل لفقرتنا الثانية وحنتكلم على التأمين الإجباري كل حد فينا وإحنا بنروح نرخص العربية نجد الترخيص العربية بندفع تأمين تأمين إجباري ده غير التأمين التكميلي اللي بنعمله وإحنا مثلا بتأمن على عربيتك ده أمر آخر مع شركات التأمين التأمين الإجباري ده بيروح فين مين اللي بيستفيد بيه هل الفلوس دي بتفيد حد إيه ده إذا ما وقعت حوادث أو إذا ما حدثت وفيات هو ده اللي بنسأل عليه ما هي مجمعة التأمين الإجباري اسمحوا لي أن أرحب بيه ضيفي الأستاذ إبراهيم لبيب مدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري أهلا بك فننا أهلا بك فننا أولا شكر لحضرتك على الاستضافة وأعتقد ده من البرامج المهمة المسموعة لأن يمكن إحنا عملاءنا كل اللي موجودين على أرض مصر سواء هم عملاء عندهم تأمين على مركباتهم أو متضررين بيحدث لهم تعودات نتيجة حوادث المركبات أرجع لسؤال حضرتك مجمعة التأمين الإجباري على المركبات وسماتها على المركبات وليست السيارات لأن هي مسؤولة عن جميع المركبات التي يتم ترخصها من ألم المرور أو وحدات المرور على مستوى الجمهورية وحدات المرور على مستوى الجمهورية دي يمكن بتصل لحوالي 213 وحدة مرور فعشان نقدر أن احنا نجمع 213 وحدة مرور يبقى طبيعي أن يكون فيه سيستم قوي بيقدر يجمع هذه الوحدات في وقت واحد وانلاين وساخ التأمين الإجباري بتصدر إلكتروني بمعنى ما فيش عنصر بشري بيتدخل في إصدار الوثيقة أو تحديد الإست إيه مسؤولية المجمعة؟ يعني أولا بتتك... يعني هي فيها إيه المجمعة دي؟ المجمعة هو التأمين الإجباري زي ما حضرتك مشكورة ذكرت في المقدمة أنه كنا بنروح المرور بنلاقي إكشاك لعدد من شركات التأمين بنختار شركة نتعامل معها النهاردة دي تأمين إجباري وقسته محدد وتعويضه محدد طيب؟ يعني كل شركات التأمين مشتركة في هذه المجمعة؟ آه كل شركات التأمين اللي كانت بتصدر تأمين إجباري وعددهم 19 شركة حاليا لهم حصة وأنصبة موجودة في مجمعة التأمين الإجباري أكبر نصيب لمين؟ أو أكبر حصة لمين؟ مصر التأمين طبعاً ودي لها سبب لأن مصر التأمين أدمج بيها الأهلية والشرق للتأمين إلى جانب مصر وهي كانت تقريباً الشركة اللي بتتحمل مسؤولية التأمين الإجباري في مصر وعندها تعوضات أديمة موجودة فكان طبيعي إن هي وعندها استثمارات وعندها عدد كبير فكان طبيعي إن هي تاخد الشير الأكبر والباقي كله بمعايير حددتها هيئة الرقابة المالية بشكل عادل وبيتم النظر فيها كل سنتين طيب الرسوم بقى بتتروح من كام لكام طبقاً لأنواع العربيات؟ سؤال مهم فن إحنا عندنا سيستم بيحدد للملاكي حسب السيسي السعليترية وبيحدد للنقل حسب الحمولة وبيحدد فيه الأدد التوبسات أو البصات على عدد الركاب وده يرجع الخطر في الحمولة على الطريق يعني معناها شايلة حمولة كبيرة يبقى بطبيعي إن على كل طن بتدفع وزن نزبي لكل طن على العربية عدد السيسي يعني معناها عربية بتستهلك بنزين بتجري أكتر بسرعة أكبر وبناء على كده بنقدر نحدد وإن كانت المبالغ مثلاً للملاكي أرجو أن نتكلم مثلاً متوسط 1600 سيسي 18 جنيه في السنة مبلغ مش كبير بالمقارنة حتى بأقرننا من الدول العربية اللي موجودة حوالينا تأمين الإجباري بره يمكن أعلى من كده بكتير شوية طيب يعني إحنا بنبتدي من كام حراريك قلتني لو حضرتك بكلمة العربية أدنى رقم أدنى رقم للموتوسيكل لحوالي 80 جنيه 80 جنيه للموتوسيكل فيه تأمينات للتوك توك؟ هاي فندم القانون أجاز تأمين التوك توك ولكن للأسف توك توك في مصر يخرج من 4 مليون توك توك تقريباً المرخص منهم من المرور ما يكملش 100 ألف ودي مشكلة كبيرة التوك توك ده الواحده مشكلة كبيرة جداً 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 طيب نرجع تاني نبتدي من أقل عربية بتدفع قلت لي موتوسيكل بيدفع 80 جنيه أقل سيارة بتدفع إيه 118 جنيه المتاصل 118 جنيه أغلى سيارة اللي هي بقى الحاجات اللي فوق ألفين سي 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 بنتكلم فوق المتين جنيه ومتين وخمسين جنيه بس أعتقد بنوصل لألف جنيه في الطائرات ده في النقل ده تبقى للحمولة تبقى للحمولة أو البصات الكبيرة تبقى لعلى ذلك أنا شايف أن أرقام التأمين نفسها متحصلات التأمين الإجباري مثلاً في عشرين تلاتة وعشرين مليار ومليار ومية وتسعين ألف أو مليار وتسعتاشر ألف مليار وتسعين مليون مليار وتسعين مليون وده زيدة عن العام اللي قبليه كانت مليار ومية وسبعين مليون التعويضات بقى اللي اتصرفت متين تمانية وستين مليون مقابل متين وتمانية يعني فيه زيادة تمانية وعشرين في المية لمن يصرف هذا التأمين الإجباري؟ هو ده السؤال الفيصالي يعني أعتقد اللي حضرتك بتنوه ليه هو بس نرجع للحضرتك الزكارتية مجمعة بتغطي التعويضات اللي حاصل نتج عنها وفاة أو نتج عنها إصابة للأشخاص نتج عنها تلفيات مادية مملوكة للغير عدل مركبات حدود التعويض أربعين ألف جنيه في حالة الوفاء عن كل متوفي وأربعين ألف جنيه في حالة ثبوت نسب عجز جزئي أو كلي عن كل مصاب وعشر تلاف جنيه عن كل مضرور للتلفيات المادية عدل المركبات يعني إيه عدل مركبات؟ يعني إيه تلفيات مادية عدل المركبات؟ الأعربية مادية مادية حاجة مادية فبالتالي أنا أغطي عمود الكهرابة أغطي الكبري أغطي الكوش بتاعت الدولة أو بتاعت الأفراد سيال وبعدين مهم برضو أن أنا غطي الدولة لو دخلت في كوشك مثلا دخلت في محل دخلت في بالضبط فهم دي اسمها ممتلكات مادية مملوكة للغير الغير مين هنا؟ الغير اللي هو مالك السيارة يعني ما نفعش أحد يكون عنده ممتلك ويقول ده عربيتي أتلفته فبالتالي ده ما ينفعش أن أنا أعوضه فهلا إن ده اسمه إيه فندم؟ اسمه تأمين مسئوليات لحساب الغير تأمين مسئولي يعني إيه تأمين مسئوليات لحساب الغير؟ يعني أنا وأنا بعمله سيخة التأمين مع المجمعة ده عقد بيني أنا كمجمعة وبين العميل بس ينعقد التأمين ده كمسئولية عنه لحساب المواطن اللي ممكن يحدث له وفاة أو يحدث له إصابة طب يعني خلينا ناخد الأمور ببساطة أبسط شوال عملنا في حدثة أنا خبطت شخص لقدر الله هنا على طول أتحبس فيها يعني يا دي القصة الشخص ده مثلا توفى مين يدفع له فلوس؟ اللي يدفع التعويض هنا المجمعة طالما أن السيارة مرخصة وصادر لها وصيخ التأمين من المجمعة مجرد ما بيقدم إلى المجمعة أوراق حددها القانون ودي أوراق مبسطة جدا عبارة عن محضر الشرطة شهد الوفاء إعلام الوراثة مستندات المستفيدين فقط لا غير يعني كل الناس اللي بتتوفى أو تصاب في حوادث مرور إيه شي ميكروباس إيه شي كذا إيه كل الناس دي عارفة أن لها أموال ومستحقات في التأمين الإجباري؟ الوعي بيزيد يا مين ملميس إذا كنت أنا أول مرة أعرف أنه هو إذا أصيب شخص يعني أي حد يصاب أنا أول مرة أعرف أنه هو لازم ممكن يروح التأمين الإجباري وياخد فلوس لا بالعكس بدليل إن إحنا عندنا أعداد يمكن نبين في الإحصائية عند حضرتك إحنا بنتكلم في فوق الخمس تلاف حادث مش خمس تلاف متوفي يعني الحادث كمان إحنا نقدر نحصر الحاجات دي بدقة الحادث بينتج عنه متوسط فردين سواء متوفين أو مصابين ويارس الشخص أربع أفراد ونقدر نحسب ده كويس قوي أي يعني أنتم بتتبرعوا وتروحوا للناس؟ لا ولا لازم الناس هي اللي تعمل مطالبة؟ إحنا سهلنا الموضوع شوية من بعد وجود المجمعة ممكن يتم التقدم إلينا من خلال الموقع الإلكتروني دلوقتي بنعمل حاجة قوي جدا اسمها الموبايل أبليكيشن يقدر يخش المضرور أو وكيل عنه ويقدر يبعث يقول والله حصل حادث يرفع المستندات كبيدي إف من خلال فحص المستندات بياخد رقم بيبقى فيه ملف بنرجع نردله على الواتس رقم الملف يقدر بعد كده يجيب أصول المستندات بنحدد له معاهد بالاستلام بنطبق الشمول المالي من خلال أن أنا ببعث له التعويض على كارت ميزة أو لو له حساب بنكي بحول له على الحساب لو أسر بجنب نصيب الأسر وبحوله على البنك لحساب النيابة الحزبية حضرتك لما بتاخد مننا التأمين وإحنا بنرخص العربية أو نجدد الترخيص بتقولولنا الكلام ده بتقولولنا يا جماعة على فكرة إذا ما أصيب شخص هذا التأمين علشان واحد اتنين تلاتة اربعة أنا أقول لك بصراحة ليه عملت هذه الفقرة لإني فجأت أن في حاجة اسمها تأمين إجباري إحنا كلنا يعني أنا دايما بحاول أنشر الوعي بالتأمين وأهمية التأمين على المركبات وعلى الأفراد وعلى الحياة وكل شيء وده موضوع مهم لكن أهم مرة أعرف أنه لو في حد عمل حدثة والحوادث على الطرق المصرية يعني حدث ولا حرج صحيح ومن غير وناس يعني ما بنعرفش مين يعني ناس بتصاب بكروباس نقل غيره وفيها وفايات كتيرة يعني عندنا أعداد المتوفين نتيجة حوادث الطرق زادوا 6% في عشرين اتنين وعشرين عن عشرين وواحد وعشرين صحيح الناس دي كلها عارفة أنها تقدر تاخد فلوس من عند حضرتك حقول لحضرتك وفي حاجة مهمة جدا القانون أجازها أن يقدر أهل المتوفي أو المصاب أنه يبلغ عن الحادث في خلال ثلاث سنوات ثلاث سنوات ثلاث سنوات وده يمكن حضرتك سألتي عن الأرخام يبان أن القصد في السنة مليار والتعويض في السنة الأولى عنها مثلا 200 مليون أوليل جدا بيروحوا فين السبعمائة مليون لسه احنا بقى بننتظر سنة وبننتظر اتنين وبننتظر تلاتة وده برضو لفتة من القانون أو من المشرع قوية أنه هو بيراعي أنه مش مجرد الحادث سيبت تكميل إذا ما حضرتك ذكرت في البداية أنا عربيتي حصل له حادث ثاني يوم ثالث يوم حجري على شركة التأمين صلحي للعربية أما هنا في حزان بتحصل فيه برضو وقت كبير لازم يمر على الأهل على ما يدوروا فيه إعلامه راسة على ما بيطلع من المحكمة خبس أنا ما كنت شعر يعني برضو هذه معلومة مهمة لكل الناس المواطنين المصريين الذين قد يصابوا في أي حادث على الطرق أو لقدر الله فيه وفيات نتيجة حوادث سيارات فيه عقوق لدى مجمعة التأمين يمكن أن تطالبوا بيها مين اللي حيدفعها؟ كلنا بندفعها كل المصريين اللي بيدفعوا هذه التأمينات احنا بندفع مليار 700 ألف أو 200 مليون كل سنة بندفعهم للتأمين علشان الناس دي لها حقوق سواء المصابين أو المتوفين الأهالي المتوفين أو ورثة المتوفين طيب نيجي مثلا الحريك قلت الممتلكات ولكن غير المركبات لكن مثلا حنشوف الحادثة الشهيرة اللي كانت من أسبوعين أو الأسبوع الماضي بتاعت التريلة اللي هي التريلة اللي كانت على الطريق الدائري وخبطت كذا عربية من الميكروباصات وغيرها ومواشي ويعني كان فيها إصابات المصابين هنا يستحقون للتعويضات حقيقة هو يمكن حضرتك ودي ميزة كويسة المجمعة بتعملها أن احنا عندنا وحدة اسمها الرصد والتحري الوحدة دي دورها اللوع ده من الحوادث على طول بترصده وبالتالي تاني يوم بالكتير بنقدر ننزل في المواقع عندنا وبنقدر نوزل في المجلات وفي الصحف إن إيه نتيجة بحسنا على التعويض إيه نتيجة العربية دي مغطاة ولا لأ بنبعث نقول التليفونات اللي الأهل يتواصلوا عليها لنا فروع مش في القاهرة بس إحنا بقى لنا فروع في الدلتا لنا فروع في الصعيد والفروع اللي موجودة مميكانة مع المركز الرئيسي بمعنى أن لو حد من المصابين واحد من القاهرة واحد تاني من السيوت يقدر ده يبلغ في الفرع وده يبلغ في القاهرة ولو في حد تالي يقدر يبلغ في طنطر العربيات المصابين لهم حق المصابين لهم حق إذا حدث لهم أي نسبة عجز لازم عجزه ولا أي إصابة عجز جزءه كلي طب أفرد أصيب بس ورح المستشفى لو أصيب ونتج عنه عجز مش لازم عجز عاد له أسبوعين في المستشفى صرف عمل عمليتين لو عمل عمليتين يبقى طبيعي أنه هيحصل له عجز لأ مش طبيعي يا فندم ممكن إن شاء الله ربنا يكرمه يعني ويطلع كويش اتكسرت إيده مثلاً ولا حاجة وخلص وتجبس اتكسرت إيده وما قامتش بالدور اللي كان بتقوم بيه قبل الحادث بيروح للكمسيون الطبي الكمسيون الطبي بيقول الإيد هنا فيها نسبة أداء في الوظيفة بتاعتها أقل 20% يا فندم بس إحنا حضرت بتكلمني كده إنه فقط الإصابات اللي فيها عجز جزء أو كلي لكن الناس لو قعدت في المستشفيات أسبوعين وثلاثة وستة شهر ودفعت فلوس قد كده وتكبدت أموال نتيجة عربية نقل لنقرف صاحبها صاحبها طبض عليه لكن في النهاية مين هيعوض الإنساء البني آدم ده ليه دامش جوه التأمين ده اللي احنا بندفعه لأنه هو القانون النص على أن يكون فيه نسبة عجز يعني دي لما هيش مفاوضة أو شكرة لما ده القانون محتاجين نعدله هو بالعكس احنا فيه دلوقتي مشروع لتعديل القانون فيما يتعلق كمان بالزيادة المبلغ اللي هو اللي 40 ألف اللي أنا ذكرته لأن طبعا مع الوضع الاقتصادي اللي موجود اللي 40 ألف ده مبلغ بسيط أعتقد زيادة الأرقام مهمة جدا لأنه في صراحة اللي حصل له عجز ده 40 ألف جنيه دي هتعمله إيه واللي حصل له وفاة لأسرته 40 ألف جنيه وانت سويت ما بين العجز وبين الوفاة ودي قصة غريبة برضو قوي يعني قانون غريب ما هو ليه فانديم هي لها حزبة كتورية بتتحسب القصد قدامه مبلغ القصد اللي بندفع المئة جنيه اللي بندفعه قدهم مبلغ لأن أنا النهاردة ما أقدرش أحمل برضو الدولة أو أحمل الشركات التأمين على حد دفع مئة جنيه يبقى قصاده مثلا مبالغ أكبر من كده بكتير ودي لما تحسبت من خلال دراسات وتحسبت من خلال معدلات خسائر عن سنوات كتير سابقة قبل كده فإحنا رحين لفكرة زيادة المبلغ وفيه خانون موجود دلوقتي أعتقد بإذن الله يناقش أرى في مجلس النواب لزيادة مبلغ التعويض طيب أرجع تاني برضو لحادثة التريل الذي طيب مثلا من ممتلكات الغير في هذا الحادث يعني نفوق الخراف الخرفان الموجودة هل ده دي ممتلكات الغير ممكن التعويض عنه؟ دي مش ممتلكات الغير دي ممتلكات ميه؟ مش مدية لا حول الله هو ده هاعمل لك هو لازم يبقى كشك يعني ما دي خرفان بتاعت مني آدم دي ممتلكات الغير على فكرة دراس ماله مظبوط فانو لها تأمين تاني اللي هو إيه؟ لها تأمين تاني يقدر يعمل تأمين على البضايع اللي على العربية وبالتالي إذا حدث لها أي شيء علشان كده فاندم انتو بتاخدوا مليار وكذا ومتين مليون وما بتصرفوش غير متين مليون يعني عشان كده انتو الحياة ما بتصرفوش للناس يعني بتاخدوا مننا وبعدين هل فيه نسبة من كل هذي فيه نسب تعويضات بتروح للحكومة عن الطرق مثلا؟ هاي فاندم لسه أنا وأنا ببص على الحادث النهاردة أنا شايف الكبري عمود الإنارة هتصلح عمود الإنارة بس مش هتصلح للراجل اللي لقصرت رجله ولا للعربيته بازته رأس ماله باز ولا للخرفان وميتش اللي انقصرت رجله طبيعاً هنتج عنها عجز احنا بنعوضه الموضوع الأغنام اللي موجودة في الصورة دي مش ممتلكات مادية وبالتالي لها تأمين أكثر تخصص يعني دايماً التأمين الأكثر تخصص هو اللي بيكون مسؤول من النسبة اللي انتو من الفلوس اللي انتو أنفقتوها يعني من ال من ال 268 مليون جنيه كم منها للحكومة وكم منها للناس حسب نوعية الحوادث دق يعني عموماً انتو نسبة لا هي أكتر من 90% منها بيروح عن الوفيات والإصابات لأن الممتلكات المادية اللي في الطرق ما هي بتبقاش كتيرة يعني تعوضاتها ما بتبقاش بمبالغ كبيرة أنا بس عايزة أوضح لحضرتك أن المتين مليون حضرتك كلمت عن مليار في السنة الأولى اللي هي 22 أو 23 واللي وصلنا خلال نفس السنة المتين مليون لكن احنا معانا لحد أربع وخمس سنين حنتلقى عن السنة اللي خدنا منها المليار دي تعوضات أخرى لأن القانون ادى حق ثلاث سنين طيب لما نيجي لمعدلات الخسارة اللي بنعملها مثلاً عن سنة 2009 أو 2010 حليها عدة المياه ليه خسار؟ لأن الطبيعي الناس بتاخد فترة على ما تبلغ والوسيخة حضرتك داخل الوسيخة اللي هي بمليار فيه وسيخة مدتها ثلاث سنين طيب الوسيخة اللي مدتها ثلاث سنين دي أنا حسبت إصطاف أول سنة لكن لما جه التعويض جه في السنة الثالثة وعلى ما بلغ بلغ بعد سنة أو اتنين فكده الوسيخة عشان يكمل إصطاها عندي بنعمل لها استهلاك خمس سنين طيب معاكو كام يعني في المجمعة حجم الأموال الأرصدة قد إيه اللي عنده كل حد هذا؟ لا مش معانا إحنا لنا حصة بناخدها من الشركات كحصة تمويل بحيث إن إحنا نسدد بيها التعويضات لقدر الله لو النسبة دي طيب أقول لحضرتك النسبة اللي كنا بناخدها كانت قليلة زادت بعناها إن معدلات الخسائر بترتفع بدون ما نزود على المواطن بدون ما نزود على المواطن مين اللي مسؤول عن هذه المجمعة يعني في الحكومة هل في جهة معينة؟ مين بيراجعها؟ طبعا أولا مجمعة مؤسسة بقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية وده اللي بتمثل القطاع الغير المصرفي المالي غير المصرفي المجمعة المجمعة الرئاسة والمتابعة والرقابة مالمباشرة من قبل هيئة الرقابة المالية طبعا عندنا جهاز مركزي للمحاسبات عندنا مرايب حسابات خارجي إيه اللي تقولوا للناس لمزيد من التوعية عشان يعرفوا إنهم حقوق في المجمعة والله أنا من خلال حضرتك وأشكرك على السؤال أي حد بيقع له حادث أي حد بيقع له حادث من السهولة جدا أنه يقدر يتواصل مع المجمعة بأي طرق من طرق التواصل ودي إحنا بنسهلها وبنيسرها على مستوى كل وسائل التواصل اللي موجودة سواء الواتس سواء الإيميل سواء الموقع سواء بالزيارة للفروع بتاعتنا ده بإذن الله يكون متاح ومش شرط كمان إن هو يحضر المستفيدين كلهم ممكن يحضر فرض عنهم وبيقدم سور يتم فحصها إلى حين استفاء الأصول وما بيحضرش في المجمعة غير مرة واحدة إن هو بيمضي باستلام الكارت أو التحويل والفلوس بتوصل له حتى عند البريد لو هو في قرية بتروح له البريد لو له حساب بيروح له على الحساب من لحظة ما بنبلغ لحد ما ناخد الفلوس لو الأوراق كلها مستوفى بتاخد وقت دي أقل من شهر لأن القانون نفسه أجاز إن في خلال شهر أو فرض علينا أنه في خلال شهر لازم نصرف وسواء تقدم المستفيد بنفسه أو تقدم من خلال أحد الوكلاء المحامين هو نفس المبلغ وبالتالي إحنا مش محتاجين حتى إن إحنا نروح للقضاء يعني بدون قضية زي زمان ما كان بيروح والفيلم اللي حضرتك شفتيه بس في حدثة التريلا دي ما فيش حد هياخد فلوس لا المصابين هياخدوا فلوس والتلافيات الكبري وعمود النور فلوس دولة ده أخد فلوس والمصابين أه طبعا إذا حدث لهم عجز عايفا وبنسبة العجز نتمنى طبعا تعديل هذا القانون لأن الحياة موضوع العجز ده موضوع صعب شوية وتكون المجمعة تتحمل جزء من تكلفة الناس خاصة إيه ده كانت هناك إصابات مثلا أكتر من مش إصابات طفيفة احنا عايزين منتكلم على الإصابات الأكبر شوية شكرا أستاذ إبراهيم لبيب مدير التنفيذي لمجمعة التأمين الإجباري لينا حق في التأمين الإجباري اللي احنا كلنا بندفعه عرفوا أنه لينا حق في هذا التأمين شكرا المباراة لسه فاضل فيها قدية جماعة فاضل فيها خلاص الوقت 8 دقائم الوقت الأصلي وبعدين الوقت بدل الضايع لسه واحد واحد نتمنى أن احنا ما نطلعش بس شكلنا كده هنروح على أكسترا تايم طيب نخرج فاصل ونرجع نتابع هذا القطع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر